مرحبا فيكم حباي في الدلويين وان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب ويكون شهر حلو وإيجابي على الجميع طاطك كيف حتكون؟ حتكون نوعا ما مسيطر على شكله انت بالماضي ما كنت مسيطر عليها شايف بإيدك اللي هو الحظ الحظ فيه رح يكون بين إيديك أو رح يكون موجود عندك بالفترة الجاي انت رح تستغرب انه هو موجود يا رب تكون قراءة حلوة لأنه معظم الأبراج طلعت عندي شوي سلبية فخايف الناس تزعل مني خلينا نشوف بشكل عام إذن لبرج الدلو ان شاء الله تطلع يا رب قراءة إيجابية رح أفتح أول شي بشكل عام بعدين شوي نشوف العاطفة هيك نظرة خاطفة نحن مفاتحين على قراءة عامة الطرف الثالث ليش بيبين أنا مش فهمة مش فهمة ليش بنط عندي أنا الطرف الثالث بظل بنط عندي الحمد لله لحد الآن الورق حلو يا رب أخر ورقتين يكونوا حلوين تطلع قراءة من القراءات حلوة حلو الحمد لله يعني برج الدلو ان شاء الله الفترة الجاي ما رح تكون زي الفترة الماضية رح تحارب تكافح تحاول تدافع عن حالك إما في محكمة إما في جمعة إما في العمل لكن رح يكون معاك اللي هو الدليل رح يكون معاك السلاح المناسب لأنك تعمل هذا الاشي لأنك يعني رح تظهر الحقيقة رح تاخد حقك رح المهم أنك رح تكافح في هذا الموضوع ما رح يجيك على الجاهز ولكن رح تربحه رح تكون ربحان لمدة طويلة زي ما إحنا شايفين هون الشكل فشايف إنه في نتيجة هذا الشي رح يكون في ترقية لما يكتشف مثلا المدير أو اللي عندك في العمل أو 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 لما يكتشف جدارتك أو حتى لو ما كنت تشتغل رح تثبت جدارتك ويصير في عندك دخل إذا ما كان عندك دخل من الأول أو إنه ترقية إذا كان عندك شغل فرح يكون نتيجة إنه هذا الموضوع رح يكون نتيجته إنه زيادة في الدخل شوف هون العلاقة الثلاثية شايف في عندك ممكن يكون موجود علاقة ثلاثية وإنت شاكك في العلاقة الثلاثية ولكن أنت بنفس الوقت قادر إنك تروض الحبيب قادر إنك تروض أي حدايا برج الدلو برج الدلو مقنع جدا يعني بتقدر تروض أي شخص فبنات برج الدلو يعني بتخيل ما في شي صعب عليهم خاصة في العلاقات العاطفية بقدروا يروضوا الطرف الثاني زي ما بتهم ولكن يمكن يكون الحظ أحيانا مش معاهم فمش عارفة بس هون بيطلع لي القوة بيطلع لي إنه يعني شخص يعني عادي جدا عنده إنه يتحدى ويغامر عنده روح المغامرة فعم بشوفك بنفس الوقت عم بتحارب الطرف الثالث ما عم تترك له الساحة يعني إنه فيه انتصار عليه ما عم تترك له الساحة عم بتحاول إنه تكون العلاقة يعني مستمرة دائمة وهون أنا شايفة نهاية رقم خمسة نهاية للطرف الثالث مهما كان الطرف الثالث هذا حبايبي يعني مش بس هو طرف ثالث خيانة أو شخص ثالث داخل على علاقة ممكن يكون أي عائق في العلاقة العاطفية وحتى مش بالعلاقات العاطفية ممكن بالعمل عائق يكون بالعمل بينك وبين مديرك بينك وبين شخص يكون فايت طرف الثالث فمش الطرف الثالث هو بس خيانة كمان ممكن يكون في أي مجال هون شايفيتك عم بتحاول إنك تستشفي وهون شايفة نتيجة الاستشفاء رح يصير إن شاء الله في هاي الفترة يعني استشفاء تام من من اللي خلينا نقول من أي طاقة سلبية كنت تعاني منها بكل أشكالها حسد سحر عين ما بعرف شو هي بس أنت بتعمل رقيات بتعمل استشفاء في منكم بروح يمكن عند معالج طاقة في منكم بيمارس يعني أمور بتعمل على الاستشفاء وعم بيستمر عليها عم بيكون مكافح في هذا الموضوع ما عم يمل ولا يكل يعني يعني يظلوا يكرر هذا الموضوع لذلك بشوف عندهم السبع شاكرات انضاف يعني شخص لا يعني شخص عن جد عم بيشتغل على حاله هاي الفترة وعم بتجيب نتيجة برج الدلو بشكل عام حبايبي هاي الفترة يعني على قد ما تشتغل أنت على حالك على قد ما السن الجاي خلينا نقول أو الأشهر اللي بعدها رح تكون بخير فكتير ركز على المد الجاي كيف رح يكون شكلها نجي ناخد هاي الكروت نفتح بشكل عام على العاطفة هلأ ممكن نكون عم نقرأ قراءة عامة مش عاطفية يبين فيها شوية عاطفة ممكن أساساً تكون فاتح على العاطفة أو قراءة عاطفية يبين عندك شوي آآ أمور تانية فنحاول نحكي عن كل الكروت مهما كانت لها علاقة في العاطفة أو لا لكن القراءة هي عاطفية زي ما بتعرفوا دايماً بعيدها انه القراءة العاطفية هاي قراءة عامة وممكن تكون عكسية فأكيد ما حتنطبق على الجميع أو يمكن طاقتك ما وتوصلني فكتير في أسباب هون بقولك انسى الماضي كتير كتير عم بتفكر بأخطاء الماضية ما عم تنسى للشريك الاشياء اللي عملها والشريك ما عم ينسى الاشياء اللي انت عملتها ما في تسامح ما في شايف شوي روح الانتقام بالموضوع ما عم تنسوا شوف حاب تكون كتير وحيد هاي الفترة عم حاب تكون وحيد لانه تعبت من كل شي تعبت من مشاكل اللي في شغلك تعبت من كتير ازمات امور حتى بالعلاقة العاطفية عم بتكون في اللي هو تحديات او شايفيتك اكتر اشي هون عم تفوق لنفسك عم شوي شوي تهتم في حالك اكتر عم تعمل عم تهتم في في مظهرك كتير 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 هاي الفترة فمش بس مظهرك عم تحاول كمان تقعد مع حالك تقنب حالك يمكن احيانا احيانا لا بالعكس فعم تعد مع حالك كتير عم تتواصل مع روحك الداخلية عم بيكون عندك حدس اوي كتير هاي الفترة او حاسة سادسة فا بشوفك هون حاصل على الخير يعني المطر خير في الكرت عم بشوف الحبيب عم بيجهز حاله بعدين جاي وهو مسلم يعني شوف اه رافع الرأي البيضة ووجاي لعندك فبدك تكون يعني مستقبل جيد لهذا الموضوع وما تكون قاسي ما تكون اه خلينا نقول اه طف معا تكون شوي اكتر اه هون شايفة في شايفة في عوائق كتير في علاقتكم العاطفية اه يمكن تزداد بهاي الفترة ولكن على قد ما انتوا اه تعبتوا على قد ما حتلاقوا اه في نجاح لهاي العلاقة مع انه ما في شي بالسابق اه بيدل على انه في يعني في خير جاي ولكن الخير جاي هون وهون في خير كتير جاي ممكن تسافر مع الحبيب او الحبيب مسافر او كل واحد في دولة اه اه او بعض عن بعض يعني عاطفيا مو شرط يعني في المكان عم بتشك بالحبيب عم اه لكن هذا شكك مش في محله شايفك رح يعني رح توصل اوكي انت والحبيب ولكن يعني رح توصله لنقطة معينة رح تتكامل ورح اه تقربه كتير مع بعض ولكن هذا كل ياته بيحتاج جهد منك جهد منه اذا ما صار هذا الجهد ما في فايدة وشايفه هون كبرياء كبير من الطرفين يعني الطرفين عم يتعالوا عن الموضوع انه كل واحد عم يترك ثاني اه لحتى انه يرجع اكتر اشي شايف الكبرياء انه هاي اللي مش هاي اللي متأكدة انها مش عكسية يعني اللي متأكدة منه انه برج الجدي هو اللي عنده الكبرياء الكبير هذا فعم بيشوف حاله كتير هيك انه لا هو مستحيل يرجع انه كزا ولكن جوات قلبه بيموت بالحبيب كتير كتير بيحبه شايفه الناس المتزوجين ممكن يكون في عندهم سفر او هجرة عم بيفكروا فيها الهم فترة طويلة وانها تكملتها دا اهو خلينا نشوف ازا في نصائح لبرج الجديد لبرج الجديد يعني اه بقولك غير نظامك اليومي غير ممارساتك اليومية قبل شوي قلتلك ممكن يكون في عندك ادكشن ممكن يكون في عندك ادمان على موضوع معين فهون عم بيقولك فعلا انه زي ما قلنا انه اه بداية جيدة لحتى انت تعمل تعمل مش عارفة اللي هو برنامج جديد لحياتك اليومية تغير في حياتك اليومية ما تضلك نفس الروتين بقول للوقت نفس الروتين بتاكل نفس الاكلة بتروح بتعمل نفس الشي ازا كنت مدخن عم بتدخن بكترة عم بتروح للإكستريم في المواضيع فبيقولك لا انه هيك وهيك اه كمان برج الجديد ناجح جدا في العمل فالعمل عم ياخد منه كتير تفكير وكتير اللي هو ما بيعرف يوازن كتير بين التفكير والعاطفة او عنده مش عارف العاطفة اهم انا بحكي عن الرجال من الجدي مش عن البنات البنات طبعا لا عاطفيين كتير رومانسيين عندهم قنوسة يعني طاغية ولكن انا بحكي عن الرجال من برج الجدي عم بيكونوا كتير عم يهتموا في الشغل على حساب العاطفة او على حساب عيلتهم بيقولك استمع باصغاء يعني انت من الناس يمكن اللي بتطنش كتير بتسمع وبتطنش يعني ما بتستشير كتير بتعمل اللي براسها بيقولك لا استشير اللي حواليك يعني اسمع ممكن كمان يقولك اسمع للطاقة الكونية حاول تكون اكتر روحانية وكأنك شخص نوعا ما الحاليا عم بتكون شوي بعيد عن روحانيات فبقولك زود هاي الروحانيات شيم الظاهر انه في حدا من العائلة عندك او انت شخصيا او الشريك عمل شي يدعو لل هي كلمة كبيرة بس انا يعني بترجمها حرفيا اه للعار او مش للعار يعني لا اه ما بعرف صارت فضيحة صارت شي صار شي مؤلم يعني صارت مشكلة وكبرت اه فا اه بيقولك انه راح تمشي عديها حاول تنسى نشوف هاي الكروت ازا لبرش الدلو برج الدلو بيقولك اه في هذا الكرت انه الفترة الجاي راح تكون في وفرة كتير او راح يكون في حظ فاستغله لانه بعديها في فترة مش خاط يعني بس بعديها في فترة يعني راح تحتاج فيها هذا المال راح تحتاج فيها هاي العاطفة بيقولك عبي على قد ما تقدر هاي الفترة اشحم حالك على قد ما تقدر اه عندك وفرة مالية حاس يعني حاول انك تكسب اكتر شي ممكن اه وكأنه في بعديها شوي اه انزول في هذا الموضوع ان شاء الله ما يكون فيه بيحكي لك يو ار سيف اه انت بامان مهما كانت الظروف حواليك انت اه ما تخاف مهما كانت التغيرات حواليك على اي صعيد فانت ما تخاف انت في عناية الهية او انت بيقولك يو ار سيف فورق حلو الحمد لله رب العالمين اللي طلع فيه ورق حلو يعني ان شاء الله يا رب انه الاشياء الحلوة تتير والاشياء اللي مش حلوة ما تتفير فحباي ببرج الدلوب اشوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامة